إذا أكملت الفيديو من الأول الأخير ستعرف عن أفقير في شلف تهديم الملكي وقتل جلالة الملك الحسن الثاني لكن قبل سنقوم بتذكير بصائد الأهم من الأعداد التي يوقعت 16 أوت 1972 جلالة الملك الحسن الثاني كان في رحل الفرنسا وفي هذا النار كان داخل المغرب بطيارة بوينك 747 رمض البروتوكول العادي 6 طيارات من F5 حربية وملكها بطوة الطائرة لكن في هذا النهار ثلاثة من هذه الطائرة F5 كانوا مسلحين والذي منضمه هو محمد أوفقير بصفته وزير الدفاع ورئيس أركر الحرب والقائد العام للقوات المسلحة الملكية اليوتنو كولوني المحمد أمقران بصفته قائد سلاح الطيران والكوماندون هو في القويرة بصفته قائد القاعدة العسكرية للقندرة